السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبايبي اهلا بيكم في فيديو بديد النهاردة مع بعض هنتقابل في قناتي شغل يا دوجان الانصاري ومعاكم جهان مفرش النهاردة زي ما انتو شايفين مفرش شكل حلو قوي غرزة عن كبوت ومعانا رسمة جميلة جدا معاها في كل الاركان بتشوفي الرسمة بتاعتنا كل الخطوات وخطوة بخطوة وحنعملهم مع بعض بالترتيب وبالاجزاء كلها النزلة مع بعض ان شاء الله ياريت اه لايك الجميل يسعدني منكم جدا وشكرا لكل مشتركين معايا من اول ما بدأنا ياريت كمان يتفعلوا معانا علشان نحس بوجودكم معانا كمان تدعموا القناة علشان كل البنات الامر واخواتنا يشوفوا الفيديوهات واستفيدوا منها ان شاء الله نتقابل يلا بينا مع بعض في فيديو النهاردة والجزء الجديد يلا بينا نتدي مفرش النهاردة كده وصلنا لاخر السطر تمام هنقفل الجزء الاخراني وهي في اربع عمويد سبتة هنا وهنعمل السلاسل اتنين واحد اتنين وبعدين بناخد في العمود ده بنعمل عمود تمام بعدين اتنين سلسلة وهنا دول خمسة في السلسلة التالتة واحد اتنين تلاتة بنعمل عمود كده احنا قفلنا السطر بتاعنا تمام هنا واحدتين وكده واحدتين وده طبعا الركن اللي في النص بنطلع بعد كده واحد اتنين تلاتة وده السطر الجديد تمام هنيجي لنحيا دي بالشكل ده وهنبدأ الاشتغل بندخل هنا بنعمل عمود اتنين عمود يبقى كده كام تلاتة بالعمود الاولين تمام طبعا انا اقدركوا قبل كده بس هعيد تاني علشان حصلت الخطأ ده هو مش خطأ بس عشان الشغل يبقى نضيف انا ما اجي اعمل عمود الاولين برفع الخيط ده شوية كده تمام ويبقربوا من طول العمود الاولين اللي هو بالسلسل تمام فاي شغل انت تعملي وبعد كده بتعملي اول عمود عشان يبقوا كده قد بعض من شوية انا عملتوا اوتا شوية فطلع في آآ مكان فرق كده تلاتة وفوق العمود هنا عمود بقى واربعة هنا اتنين خمسة كده كمان واحد ستة وبعدين هنا سبعة همانيا تسعة عشرة عمود برفع تمام بعدين نيجي على الجزء بتاع آآ الفادي هنا بنحمل اتنين سلسلة وبندخل في العمود ده بنعمل عمود تمام وبنجي على الجزء ده اللي فيه الغرصة حشو بنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلاسل وبنجي في العمود ده بنعمل عمود تمام بعدين نطلع اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود والجزء اللي فيه هنا غرزة الحشو بنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعمل عمود تمام بعدين اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود شوف بس ايه الخطوة دي اهي اتنين سلسلة عمود وبنيجي في النص اينا اللي فيها قرزة حشو بنطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وباجي في العمود اللي ناحية التانية بعمل عمود تمام سلسلة عمود سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود سلسلة عمود وهنجي لغرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وعلى العمود دوت بنعمل عمود بعدين اتنين سلسلة وفوق السلاسل هنا اول عمود بنعمل عمود تمام وبعدين بنمشي على العمود الاربعة دول بنستخدمهم ونطلع واحد ثلاثة واحد عمود واربعة كمان باجي في السلاسل دي بعمل اتنين زيادة كده ستة وهنا كده سبعة وتلاتة في النص في السلاسل الاربعة علمتوا افرق تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة الفل الصغل بتاعي واجي على الجزء اللي ناحية التانية الضلع التاني بتاعي واطلع اشتغل هنا تلاتة نين عمود ونطلع وقت وبعدين عمود الرابع خمسة ستة نين في الخارق بعدين ودهنا سبعة ثمانية تسعة عشر تمام فوق السلاسل بعمل اتنين سلسلة وبعمل عمود بعدين فوق غرصة الحشو بعمل اتنين تلاتة اربعة خمسة بالشكل ده وبعمل عمودة الناحية التانية تمام ده دي انا عملت لكم الرجل الدلع الاولاني هنا وكمان عملت دلع الاولاني ده عملته وكمان عملت الرجل بتاعنا هيتعمل ازاي تمام شايفين وبعد كده انا هكمل الضلع بتاعي وزي ما مشيت هنا همشي الناحية التانية وكمان كل الاطلع والاركان زي ما انتوا شايفيها الرسم بتاعيتها هي هكمل انا السطر عشان بطولس عليك وهارجع لكم التاني كده انا وصلت لاخر السطر وهعمل واحد اتنين وبجي هنا في الاخر وبعمل في السلسلة تلتة عمود بلف تمام ايه بالشكل ده عملت الرجل بتاعي طلعت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة خط الخيط طري اه تلاتة تلاتة خط الخيط دخلت هنا اعملت عمود اتنين عمود تمام كده تلاتة وعملت عمود في العمود الاولي ده كده اربعة تمام العمود اللي وراه خمسة كده ستة سبعة تسعى عشم عملت عشرة عمود بلفة تمام اهم وبعدين اتنين سلسلة ودخلت هنا عملت عمود تمام عملت العمود وبعد كده واحد اتنين تلاتة وهنا عملت قرصة حشم تلاتة ودخلت هنا في النص عملت عمود بلفة بعدين واحد اتنين تلاتة برصة حشم وتلاتة عمود بلفة اهو بعدين اتنين سلسلة عمود هنا واتنين سلسلة وعمود هنا تمام وبعدين تلاتة سلسلة حشم وتلاتة سلسلة وعمود بلفة في النص يبقى انا عملت كده اهو الواحدة وبعدين اتنين تلاتة وبرصة حشوة هنا وتلاتة وعمود هنا تمام انا كده اعملت الغرزة بتاعتي مرتين تمام ادي مرة ودي مرة تانية باجي هنا بطلع واحد اتنين واعد عمل عمود دي ادي وحدة واتنين سلسلة وعمود وحدة تانية واتنين سلسلة وعمود وحدة تلتة تمام واحدة تلتة مفرغة تلاتة وحدات واحدة اتنين تلات وهدي الشكل بتاعي وبعدين اعملت تلاتة سلسلة وجيت هنا اعملت غرزة حشو وتلاتة سلسلة وفي النص هنا اعملت عمود وتلاتة سلسلة وغرزة حشو وتلاتة سلسلة اعملت تمام انا عملت برطو اتنين واحد وهنا التانية تمام بعدين اتنين سلسلة اعملت اتنين سلسلة اعملت ديما انتم شايفين كده اعملت واحدة هنا اتنين هنا واتنين هنا واتنين هنا يبقى اعملت جانب تلاتة وبعدين اعملت اتنين واحدتين هنا وجيت اعملت تلات سلسلة ورزة حشو تلات سلسلة عمود في النص ثلاث سلسل ورزة حشو ثلاث سلسل عمود هنا تمام وبعدين اعملت اتنين سلسلة ودخلت واحد اتنين وفي الثالثة هنا اعملت عمود وزين بدأت هنا بعشرة بنهي هنا كمان بعشرة عمود اتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانين تسعة عشرة ادي بدايتي عشر اهي العادة الاخر وهي انهاية عشر تمام وبعدين اتنين سلسلة ودخلت هنا اعملت عمود بعدين واحد اتنين تلاتة اربعة ودخلت هنا اعملت عمود بعدين اتنين سلسلة ودخلت اشتغلت على العمود لغاية لما عملت عشرة عمود بلف تمام اتنين وزي ما عملت بالجزء ده كده هشتغل برضو العكس كده العشرة اتنين سلسلة عمود زي ما عملنا هنا بنرجع تاني نطبق كل الرسمة دي على كل ايه كل الصفوف بتاعتي وكل الادوار بتاعتي لقدرت تعمليها في كل ايه الاضلع نيجي نخلص كل الاضلع زي كده ونرجع تاني نوريكم الشكل النهائي للسطر بتاعنا انا كده خلصت السطر وهبدأ في السطر الجديد وهنهي دوت هبدأ دلوقتي انهي السطر بتاعي تمام بعمل عملت التلاتة اللي في النص دول وبعدين بعمل اتنين سلسلة وبجي اخد في سلسلة الثالثة هنا عمود بتلفع تمام عشان يبقوا اربعة بالشكل ده بطلع بطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلاسل وبجي في اول عمود هنا اللي هو السلاسل وبدخل اعمل عمود بلفا تمام وبدخل على العمود اللي وراه بعمل عمود اتنين عمود عمود تمام يبقى كده انا عملت اربعة عمود بلفا واحد اتنين تلاتة اربعة بالسلاسل طبعا ما معدوزة معينا هاطلع اتنين سلسلة وهعمل واحد اتنين بالتلتة دي عمود واتنين سلسلة وفي الاخر هنا عمود يبقى انا كده عملت واحدة اتنين اتنين سلسلة وعملت هنا عمود يبقى كده ايه تلات وحدات بعدين ده خلنا الوحدات اللي هي تلاتات نطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبناخد هنا في الورزة دي عمود ورزة في العمود عمود نطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونطلع فوق العمود ده نعمل عمود كمان هنيجي هنا فوق الوحدتين دول اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود وفوق دول الجزء دوت بنعمل خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بطلع الشكل ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبدخل فيه كده تمام اتنين سلسلة واحد سلسلة امود اتنين سلسلة امود كده عملت كم واحدة اهي الرسمة بتحت اهي بعد ما عملت الوحدات اهي اتنين واحد اتنين تلاتة ووحدتين بخمسة اتنين واحدة موجود هنا وبعدين خمسة هنا وخمسة هنا سلاسل وبعدين بنيجي هنا واحد اتنين تلات وحدات وبعدين اتنين تلات اربعة خمسة امود بلفة الجزء ده وبعدين خمسة واحد اتنين اتنين اربعة خمسة امود بلفة هنا كمان وبعدين واحد اتنين بعمل امود باتنين سلسلة بعمل امود تمام هقابلني الوحدات اللي هي عملناها باتنين نطلع فوقها بخمسة سلسلة اتنين تلات اربعة خمسة ودخلت هنا في الحمود ده وخمسة تاني اربعة خمسة وخدت فوق العمود حمود تمام يبقى جيه خمسة بعدين اتنين سلسلة عمود هنا سلسلة واحد اتنين تلات عمود واتنين سلسلة واحد اتنين تلات عمود تمام باشتغل هنا دي تلات باشتغلهم كل عمود ايه عمود واحد اتنين تلات وكده اربعة عمود بلف تمام اهي بطلع اتنين سلسلة وادخل هنا واعمل عمود بعدين اربعة سلاسل اربعة وعمود تاني اتنين سلسلة بطلع فوق العمود بعمل عمود اهي وبجي هنا اربعة وبعد اكرر الجزء دوت اللي هو اربعة عمود بالشكل ده اتنين تلاتة اربعة وزي ما عملت هنا برجع اعمل في هنا وفي طول كل الغرزة بتاعتي برجع على الضلع التاني والتالت والرابع بخلصهم كلهم بنفس الطريقة دي وبعدين هوركو الشكل انهي اشتركوا في القناة